كيروش أيضا بيصحح أخطاء مواجهة ليبيا بالفيديو حرس كارلوس كيروش على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع جهازه واللاعبين شهدت تقطيع مباراة المنتخب أمام ليبيا والتي أقيمت في مصر وتم إلقاء محاضرة لعلاج الأخطاء وتلافيها قبل مباراة الغد المرتقبة المنتخب يرتدي الزي الأبيض أمام ليبيا صاحب القميص الأحمر في مباراة غدا ده طبعا حصل أو تم الاتفاق على هذه الأمور بعد الاجتماع الفني لمباراة منتخب بي ليبيا ومصر وإن شاء الله هتبقى المباراة بكرة في تمام الساعة التاسعة بملعب شهداء 28 مارس بمدينة بني غازي الليبية ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم ترأس الاجتماع الناجيري كاتشالا كان كاليم مراقب المباراة وبحضور التونسي هشام قراط مراقب الحكام ومنصقي النواحي الأمنية والطبية ومندوبين عن كلا الفريقين تم الاتفاق عن عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا الذين تم منحهم بطاقة دخول المباراة على أساس نتائج رسمية لتحليل بي سي آر مع عدم السماح لركوب أي عناصر غير اللاعبين وجهاز الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريق يرتدي المنتخب المصري طاقما أبيضا فيما يرتدي المنتخب الليبي أميس أحمر وشرط وجوارب السوداء حضر الاجتماع من الجانب المصري كابتن واي الجمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبدالله سيد مدير المهمات كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في مباراته غدا وزي ما حضراتكم عارفين ومتعودين مننا دايما يوم الاتنين احنا بنتطلع الساعة 11 هنطلع بعد نهاية المباراة مباشرة ونتكلم طبعا على مبارات إن شاء الله إن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا شكرا